حي الله حرار البلاد في كل مكان كانت وقفة بيرلين صفعة حقيقية على وجه العصابة الانطباعات التي جاءتني حتى من وسط دبلوماسي جزائري يقول انهم انزعجوا بشكل رهيب لان كان معولين ان هذه الخرجة تكون تدشين دولي باعتراف دولي لتبون بطبيعة الحال تبون التقاوه انه التقاوه بطرق ربما شفتوا بعض الصور اللي خرجت شفتوا كيف وضعوه في اخر الصف شفتوا كيفاش تعامل معها بوتين سلم عن الجميع مع بعض عود بشير جعلوا برغم انه كان قريب منه كان مد هو يدو يدو وشفتوا الصورة اللي وضعناها الان للتقديم لهذا اللايف كيفاش ان الرؤساء الدول اللي كانوا يناقشون القضية واللي خرج الصورة بطبيعة الحال هي المانيا يعني هي الرئاسة الالمانية هي المستشارية الالمانية بينما تبون كان قاعد في فوتاي في الطرف من هيه فهم ما كانش يهمهم لا ليبيا ولا مصالح الجزائر ولا موقف الجزائر بطبيعة الحال وكان كان يهمهم هذا الموضوع من سنوات اللي كان يهمهم اساسا هو انه يخرج تبون ياخذ صور وربما توضعوا حتى ميركل بجنبها وابان على اساس كما كانوا يدرون مع ابو الفليقة انه زعيم دولي واستقبلونه كبار رؤساء العالم وا 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 وجود الجزائريين بالطريقة اللي وجدوها في برلين بالاعلام الوطنية اساسا وبانتقادات شديدة للعصابة ولتبون ولمن معه افسد الخطة افسد ما يسمونها كانوا العرس هم يحبوا يقولوا كلمة العرس العرس الانتخابي والعرس الانتخابي افسدها بشدة كانت في لقطة رائع لأحد الاحرار واللي واجه بيها واستطاع ان يصل الى الفندق اللي كان فيه تبون برغم انه كانت هناك حراسة شديدة وشديدة جدا من طرف الالمان طبعا البوليس باللباس الرسمي والمخابرات والبوليس غير رسمي كانوا ربما ربما كانوا بالالاف لا نعم عددهم الحقيقية لكن كان هناك حراسة شديدة وهليكوبتر في السماء وتحصينات هائلة للموقع لان كانت هناك تظاهرات اخرى كانت فيه مظاهرة لانصار حفتر ومظاهرة اكبر منها بكثير لمعادين وخصوم حفتر وكانت فيه مظاهرة لانصار اردوغان ومظاهرة ربما اقل لخصومه هناك ايضا وكان فيه طبعا المظاهرة الجزائرية قلنا نشوف لقطة اخرى وهي حينما يواجه احد الاحرار اذا قلت كانت هناك احتجاجات وكانت هناك مظاهرات من اطراف اخرى ايضا لكن المظاهرة الجزائرية ربما لا ادري كانت هي الاكبر لكن بكل تأكيد كانت بالمئات سألت بعض اخواننا اللي كانوا هناك واللي ربما اقضوا وقت اطول مني حتى كان اللي قالوا لي انه ربما كانوا 400 ربما كانوا 500 المهم كانوا بالمئات وجاء الجزائريون من كل مكان في الحقيقة من عدة بلدان اوروبية وكان تحملوا المشقة سفروا 12 ساعة في الطريق يعني كان يسافروا 10 ساعات كان يسافروا اكثر وتحملوا كل ذلك وجاءوا بش يقولوا هذا الموقف هذا موقف تاريخي بالمناسبة هذه هي ستدخل للتاريخ ايضا بانها اكبر مظاهرة الجزائريين على التراب الالماني لم يسبق لها بهذا العدد هناك اخواننا يتظاهرون كل اسبوع هناك ربما في حدود 40 50 60 30 حسب الايام لكن ان يكونوا بالمئات وبهذا الموقف هذه اول مرة في التاريخ وهذه في الحقيقة حدث ايضا في بريكسل عندما كانت مظاهرة اول ديسمبر وكانوا بالالاف ربما في حدود عشرة الاف وكانت ايضا مظاهرة باريز في اول نوفمبر وكانوا بكل تأكيد عشرات الالاف هذه المرة المظاهرة جات على عجل وكل هذه المظاهرات الثلاثة تاريخية يعني المظاهرة الثلاثة من حيث العدد تاريخية سوى اول نوفمبر اول ديسمبر او 19 يناير في بيرلين ونحن نعرف اننا تأكدنا من سفر تبون فقط يوم الاثنين وان كنت انا اشرت بانه قد من قبل انه قد يحضر هذا الحضور هذا الموقف ازعجهم بشدة قيل لي انهم كانوا منزعجين جدا وقيل لي انه حتى يعني مش راح نحكي شوية تفاصيل لانه المصدر مهم ان يبقى دائما محمي لكن المؤكد ان الوفد كان منزعج تبون كان منزعج بشدة وايضا حتى في داخل العصابة والجنيرالات في الداخل كان منزعجين لان حضور جزائريين بهذه القوة وبهذا الموقف بهذه الشعارات وفي وسط يعني لم يكن لديهم وقت كثير وفي الشتاء وفي بيرلين كله يؤكد عزم الجزائريين انهم لن يعطوا ولن يسمحوا لتبون ومن معه ان يوروا للعالم وكان انتخابات حدثات وكان هناك شرعية لانتخابات مع العصابات حينما قال الشعب هذه العبارة البعض فهمها انها قد لا تتم اصلا الانتخابات ممكن كان ممكن لا تتم لكن اللي اكبر من انها لا تتم ان الشعب لا يعترف بها الاغلبية العظمى من الشعب الجزائري لا تعترف بهذه الانتخابات بل ان حتى البعض اللي خوضعوا وراحوا انتخبوا وربما ذاك نتكلم عليهم بعد شوية كما ذكروا الجلفة يعني هم دائما يضخموا النسب في الجنوب عموما يعني وانا متأكد ان النسب اللي اعطيت لولايات الجنوب ليست صحيح بل في كل ولايات ليست صحيح لكنهم في الجنوب اساسا بش يحقروه اكثر يقدموه وهو الاكثر تهميشا وهو الاكثر تفقيرا وهو الاكثر رداءة وفشلا لهذه العصابات اذا رأيت اذا اردت ان ترى الفشل الهائل لادارة البلاد شوفوا خاصة في القرى والمدن الجنوبية ولكن ايضا في الهذاب العليا في الهذاب العليا كما في المدن الجنوبية يضخمون الارقام وكان الناس لهناك راضيين وحبين الفشل والرداء وهو ما يؤكد التزوير والتزوير الهائل وشفنا اليوم خروج اخواننا في الجلفة سنتحدث عليها من بعد كتعبير عن الغضب من بين الاشياء الغضب من التصرفات تحت العصابة معهم واذهارهم انهم والين لها في حين انهم يعيشون حالة بؤس حتى اكثر من مناطق اخرى يعني قلت اذا رغم كل هذه الظروف ولكن حضر الجزائرين وهذا الحضور يؤكد عدة اشياء دعنا نقدمكم ملاحظات سريعة لها الملاحظة الاولى ان الجزائرين عازمون على ان لا تمر الشرعية الدولية لهذه العصابة ان الجزائرين عازمون اين يذهب تبون سيلاقونه بمظاهرات واحتجاجات في البلدان التي يسمح فيها القانون بذلك اوروبا الغربية وشمال امريكا اساسا ان الجزائريين حتى ولو كانت الفترة ليست طويلة سيتحركون وسيأتون ان الجزائريين يقولون شعارات الداخل ويضيفون حتى عليها لتثبيت ان الاصل هو الداخل وانهم في الخارج في الحقيقة هم الدعم كبير للداخل وان الجزائريين لن يقبلوا ابدا بهذه العصابات حيا الله حرار البلاد حقيقة هذه المواقف هي شرف شرف لنا جميعا وشرف لاخواننا جميعا وسيكتب عنها التاريخ مطولا سيكتب عنها التاريخ مطولا علينا نسمعكم جزء من ما قال واحد الاحرار السلام عليكم اخوتي انا احلام من الجنية الجزائرية اللي كانت غير في اغربا جينا لنا هنا باش نقولوا باللي رانا الرئيس هذا تببون باش يفا يستعلم رئيس تببون ما يحكمناش جينا ما جابوناش تببون ما يحكمناش هذا تببون جينا رانات هما اللي دارو في الحكم وما زالهم الجنرارات حتى سبعة وخمسة سنة بعد الاستقلال وما زالهم هما اللي ديروا واش حبوا في هذه البلاد سما هما السلطة التنفيذية السلطة الشريعية السلطة القضائية وحاكمين في كلش في كلش يا ناس وحنا الجزائرين ما زال ما راناش احرار جينا باش نقولولو باللي ما تحكمناش وهذا الحراك في البلاد ولا خارج البلاد راهو يكمل حتى الاستقلال ان شاء الله بإذن الله بإذن الله حتى تتحرر هذه البلاد نعم حتى الاستقلال بإذن الله هذا موقف سيبقى راسخ لدى الجزائرين جميعا وبإذن الله حتى تتحرر البلاد شوفوا هذا أيضا هذا الموقف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شركة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة فعلا العصابة فعلا عصابة هاي المواقف اللي تدخل للتاريخ راح لغاية الفندق ووجهوا بكلمة يا العصابة طبعا تبون كان يرفيدوا وكأنه حب يقول أن اللي ما يفهمش العربية طبعا اللي كانوا ثمه من الألمان وغير الألمان وكأنه إشارة بأنها شيء جميل لكن هو أنساب اللي الجزائرين نسمعه ونحن نشوفه هذا الفيديو عصابات حقيقة عصابات وواجهة مدنية مزيفة ومزورة كل المعلومات التي لدي تقول أنهم أعادوا تدوير اللي كانوا معبود في اللقاء بل أنهم جايبين حتى اللي كانوا مع التوفيق غدا نحدثكم على بعض المعلومات التي تخص عودة دولة التوفيق عودة بعض كبار الجنرالات وبعض كبار المدنيين كنقول كبار الكبار في الإجرام يعني للنظام للحكم غدا تكتمل لبعض التفاصيل وأحدثكم عنها إن شاء الله مطولا ترجمة نانسي قنقر